للصف الحادي عشر لعلنا نسترجع فيه ما درسناه في الصف العاشر فتابعونا بعد الفاصل إن شاء الله أعزائي الطلبة أهلاً ومرحباً بكم من جديد ونذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو علم البلاغة عزيز الطالب علم البلاغة كما ذكرنا ينقسم على ثلاثة أقسام الأول منها البيان والبيان يتفرع منه التشبيه والاستعارة والكناية أما القسم الثاني من علم البلاغة فهو البديع وينقسم أو يتفرع تحت هذا العلم أو تحت هذا القسم لفظي وهو الجناس والسجع ومعنوي وهو الطباق والمقابلة والقسم الثالث هو المعاني المعاني يتفرع تحتها الكثير من الفروع ومما سندرسه هو الخبر والإنشاء والإنشاء موسيقى موسيقى